مجهولون يقتلعون أشجارا بمراكش ومرصد يدعو للتحقيق أقدم مجهولون على اقتلاع بعض الأشجار على مستوى شارع الليل الفاسي بمدينة مراكش ونقلها على دراجة ثلاثية العجلات تريبورتور مما أثر استغراب الساكتة المجاورة وخصوصا أن هذا الفعل تم في واضحة النهار وتزامنت هذه الواقعة الموثقة بالفيديو مع حرارة الصيف التي تعرفها مدينة مراكش كباقي عدد من المناطق المغربية وفي ظل الدعوات إلى تشجير الشوارع بالأشجار من أجل تخفيف حرارة الجو ويتضلل بها المارة خلال المشي أو في انتظار وسائل النقل العمومي وحسب ما كشفه المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش في بيان الله تواصلت مصادرنا بنسخة منه فإن هذه الواقعة تمت عند الساعة السادسة صباحا مما يثير استغرابا وتنم عن سؤينية وفق تعبير البيان موردا أن مثل هذه الممارسات تدر بالبيئة الليمة للأشجار من أضوار في ترطيب مناخ مراكش الجاث ترجمة نانسي قنقر